سلام عليكم وعليكم خلاد احمد الاسكيب واندهار ده بديم لكم حلقة مناشط اخبار جديدة هنبتديها كده بشوية اخبار تخص نينتندو وطبعا اهم اا واكبر خبر فيهم اللي هو يخص موضوع سبعين دولار واللي هي التسعيرة الجديدة بتاعة زيلدا تيرز اوف كينجدم اا مهم يعني هنخلي الموضوع ده يعني على جنب دلوقتي ونروح كده نتكلم عن الحاجات اللي هي تخص العرض اللي هو بتاع نينتندو دايريكت اا الحاجات اللي انا هتكلم عنها للحاجات اللي انا شخصيا ممكن اكون اهتميت بيها شوية اا مش كل حاجة يعني كنت ممكن اقول لكم ان انا مهتم بيها قوي اول حاجة طبعا انا شخصيا كنت مهتم بيها اللي هي تيرز اوف كينجدم الجزء الجديد بتاع زيلدا النازل السانية دي واللي انا زي ما كنت قلت لكم في فيديو الالعاب المتازرة ده ممكن دي ممكن تكون تاني اكتر لعبة انا مستنيها السانية دي من بعد بالدرز جيت سري ولكن طبعا الموضوع تغيم عليه بشكل كبير بموضوع السبعين دولار لكن من خلال اللي انا شفته من تريلر ذات نفسه هو فيه استمرالية ان هم يقدموا استعراض لوسائل التنقل في العالم بتاع اللعبة وهم متوسعين فيها بقدر كبير خصوصا وسائل ممكن نقول لنا في الجو اا ده طبعا مع وجود وسائل تانية على الارض زي العربية تقريبا اا شكلها كان غريب شوية وانا متحمس جدا للعبة بس اا مش متحمس للسعر بتاعها يعني بس انا نجيله بعد شوية زي ما قلت لكم اا وبعد كده هم معارضوا جيم بلاي جديد من لعبة بيكمان اا بيكمان فور انا كنت لعبت جزء منها كان على الجيم كيوب وكانت لعبة ظريفة وفي لعبة ممكن تكون مشابهة لها شوية في الوقت الحالي لعبة مستقلة اسمها لو اي حد عاوز يجربها اا يعني ممكن تدي له كده نبزة كده عن ايه الافكار اللي ممكن نشوفها في لعبة زي بيكمان وبعد كده كان في اعلان للجزء الاول من مستني اي كلام اي حاجة عن اا الجزء الرابع وللاسف شديد هو داخل في حالة من جحيم التطوير بقى له فترة طويلة وده من ساعة لما اعلنوا عن السويتش تقريبا في الفين وسبعتاشر انا مش عارف احنا امتا ممكن نشوف احنا انا مش عارف احنا ممكن نشوف امتا اا اخبار او اي حاجة جديدة عن الجزء الرابع من ولكن انا موكي يكون مش من الناس الموكي يتحمسوا لان انا اجرب اا بتاع الجزء الاول اا ممكن يكون مقدمة كويسة جدا للناس اا اللي عاوزين يجربوا الجانب ده من السلسلة بتاعت فالواحد مش هيقول غير ربنا ينتع اا بالسلامة ولكن اا نروح بقى لزي ما بيقولوا اللي هو موضوع تسعير اا زلدة تيرز اوف كينجدم بسبعين دولار نينتندو علق على موضوع ده وقالوا ان هو مش كل الالعاب اللي جاي من هما هتكون سعرها سبعين هما بيقولوا ان هما هيشوفوا يعني هيدرسوا كل حالة لوحدة فيه العاب معينة هما شايفين انها ممكن تناسبها انها تتسعر بسبعين دولار انا بصراحة يعني مش عارف موضوع سبعين دولار دلوقتي انا شايف انهم بقى مفيش اي حاجة ممكن تكون اا منطق بحكومها اا يعني موضوع التسعير بقى عشوائي اا وطبعا يعني شكرا جدا لسوني وتكتو ان هما اللي بدأوا الموضوع ده عشان الشركات كلها تيجي من وراهم ويجوا يقلدوا الموضوع ده انا زي ما بقول لكم مفيش اي منطق مفيش اي قاعدة معينة موجودة في الوقت الحالي تحكم التسعير اا السبعين دولار دي بتدل على ايه اا يعني على سبيل المثال يعني قريب جدا احنا عندنا اهو لعبة زي ريميك نازل اا بسبعين دولار على الكونسلز ونازل ستين دولار على البي سي طب ايه الحكم ايه ايه الفكرة او ايه الحكمة من انها تنزل بالسعر ده على الكونسلز وتنزل بالسعر ده على البي سي ما فيش اي حاجة بتحكم الموضوع خالص غير اللي هو تقريبا مزاج الناشر ذات نفسه وهو عاوز يسوى اللعبة ازاي بقى او او عاوز يسعر اللعبة ازاي وانا زي ما قلتلكم قبل كده يعني انا مش شايف لحد دلوقتي اي مبرر موجود في الفيديو جيمز انك انت تحطيلي عشرة دولار زي اذا قبل كده اا يعني ممكن اقول من كم سنة لما كنا بنتكلم عن الموضوع اللوت بوكسز والمايكرو ترانس اكشنز والكلام ده كان ده اما بيتقال ان الحاجات زي دي موجودة بسبب انه هما اا تسعير الالعاب ممكن يكون اقل بكتير من الايميل بتاعتها فهما بيعوضوا اا الايميل اللي ممكن تكون مفقودة في التسعير ده بحاجات جانبية بمشتريات جوه الالعاب ذات نفسها ومحتيات اضافية مقطوعة والكلام ده طب دلوقتي من بعد لما الالعاب بسبعين دولار مازال احنا عندنا فيه مايكرو ترانس اكشنز مازال احنا عندنا اا سيزن باسز مازال عندنا اا باتل باس اللي بقى موجود حتى في العاب سنجل بلاير اا بقينا بنشوف حتى العاب لسه بتنزل مستواها في مشاكل الجودة نفسها يعني ما شفناش البار علي قوي بالنسبة للجودة او انك انت زبطت المعايير بتاعتك في قدارة الجودة للالعاب نفسها وحتى بالنسبة لي انا شخصيا كواحد بيراجع العاب اا يعني الموضوع ده بالنسبة لي بقى ممكن اقول بقى معضلة يعني حتى انا قبلتها في لعبة زي يعني اللي هو اللعبة بسبعين دولار ليه على الكونسلس اا واللي هو عاد تسأل نفسي سؤال طب هو كده فيه العاب ممكن تكون مستوى ممتاز لكن التسعير بتاعها يعني هيوقف عقبة قدام بعض الناس ان هما يشتروها بالسعر الكامل ده اول ما تنزل يعني انا بصراحة بقولها لكم انا بقيت اللي هو خلاص موضوع السعر يعني اللي بيتفرج هو اللي عنده قرار ان هو يحدد هو عاوز ان هو يدفع السعر ده في اللعبة ولا لأ او زي ما قلت لكم ان فيه بدايل تانية انك انت تشارك اللعبة ستين فاميلي شير او انك انت تتمل برضو شيرنج على الكونسلس او انك انت تشوف مثلا ستورز ممكن بتبيع الاسعار لالعاب بسعر مخفضة او حاجة زي كده اه لان الجودة نفسها بتات اللعبة هي اللي تهمني في المراجعة لان على سبيل المثال يعني في لعبة مستوى متواضع بستين دولار لو قلت لعاشر دولار مستوى هيفضل متواضع برضو مستوى مش هيعلى بسبب انها قلت لعاشر دولار اه هو تقبلك انك انت تدفع مبلغ ده في لعبة متواضعة هو اللي بيتغير فمع ننتندو بقى يعني انا تخوفاتي ناحية الاداء مثلا ومستوى التقني للعبة زي زيلدا تيرز اوف كينجدوم اخ يعني انا ما اقدرش يعني اقول غير شكرا لسوني وتاكتون ان هم اللي خلوا كل الشركات انه يمشوا وراهم عشان انه هما يسعروا الالعاب بتاعتهم بالشكل ده وطبعا الناس هتقول تضخم او حاجات زي كده وهم مش حطين في بالهم انه وقت لما كانت اسعار الالعاب غالية زمان عدد الناس اللي كانوا بيلعبوا فيديو جيمز كان قليل دولوقتي عدد كبير جدا احنا بنشوف العب يعني لعبة مثلا زي يعني وقت ما نزلت اه قبل نزولها يعني اللي هو الرسمي اه في بتاع مليون ومتين الف شخص كانوا بيتفرجوا على الاسترامات بتاعتها على تويتش احنا تكلمنا كتير على الموضوع ده نروح نتكلم عن الموضوع التاني وهو بخصوص التسريبات كانت موجودة في خلال الفترة اللي فاتت لآآ لعبة دراجون ايج دريد وولف التسريبات دي شاملة معلومات صور فيديوز كمان او ما شفت الكلام اللي اتقال على اللعبة وتفرجت على الفيديو اللي تصرب ليه آآآ خفت شوية لقت شوية ناحية اللعبة آآ هو بيتقال اولا ان بتاع اللعبة هيكون قريب شوية من الاجزاء الجديدة بتاعت انا مش عارف ازاي صراحة معيني متل الفيديو اللي انا شفته متصرب ما كانش في حاجة زي كده او ممكن تكون واضحة قوي اوكي انا معديش مشكلة مع آآ فكرة انك تتخلي الكمبات في اللعبة يكون سريع يكون حيوي اكتر ولكن ده بيفكرني بحالة مش ولابد كان مر بيها الجزء التاني لما قرروا ان هما يعتمدوا بقدر كبير جدا على الاكشن وحتى كان المنتج بتاع اللعبة او تقريبا آآ مصمم الجيم بلاي انا مش متأكد كان مين بالزبط كان قال ان هما عاوزين يعملوا كومبات اي زرار تدوس عليه يخلي المظهر الاكشن قدامك يكون شكله حالو اللي هو يكون عفية عشوائية من الاخر فانا اتمنى ان حاجة زي كده انها ما تحصلش تاني لكن الكلام اللي بتقال على ان اللعبة مش هيكون فيها تحكم في البارتي انك انت بتقدرش انك انت تدير المواجهات وانك انت ممكن نقول تشيل جزء كبير جدا من اللي احنا كنا بنشوفه مميز في السلسلة زي دراجون ايج انك انت بتدير البارتي بتاعتك باسلوب خاص باللعبة نفسها ده انا مش عاجبني تماما انا اتمنى التسريب بقى في النقطة دي يكون غلط فلو هما هيعتمدوا على ان هما يعملوا اللعبة اكشن وبس دي حاجة انا يعني يتخوفني شوية وده بالاضافة ان بيتقال في التسريب ان اللعبة كان فيها في البداية التطورة عناصر اونلاين ولكن هما قرروا ان هما يشيلوا عناصر دي ويركزوا اكتر على ان اللعبة تكون لعبة ولكن بوائل عناصر دي من افكار ليه علاقة مثلا بجانب مثلا ان كان في هاب اريا الناس بيتجمعوا فيها والكلام ده مازالت موجودة فانا اخاف برضو اكتر على ان تصميم اللعبة يكون في الاخر رايح لناحية انك انت تركز مثلا على جانب اللوتر وجانب العشوائية تاعت اللوت اللي احنا ممكن نكون شفناها في لعب مثلا زي في العاب مثلا زي جوسم نايت على سبيل المثال كده كده يعني دراجون ايج بالنسبالي النقطة مهمة جدا ممكن تكون مخلياني ان انا منتظرة بحرص شديد ان المنتج بتاع اللعبة مشي في خلال الاسابيع اللي فاتت او موديل الانتاج في بايووير تحديدا غير كده برضو كان فيه تسريب عن مشاريع ملغية جوه اي 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 مشاريع دي شاملة العاب موبايلات زي مثلا ايبكس ليجنز اللي هي اا كانت موجهة لاجهزت الموبايلات وباتلفيلد كمان ولكن اللي الزعل واحد جدا ان التسريب ده بيقول ان فيه الغاء حصل للعبة سينجل بلاير اا كان فريق صغير جوه اا ريس بون انترتينمنت هم اللي بيطوروها اللعبة اسماها تايتنفال ليجنز اللعبة دي اا كانت موجهة لانها تقدم ذي قصة اا ممكن يكون بيجمع ما بين اللي احنا شوفناه في تايتنفال والباكجراوند او الخلفية الشخصيات بتاعت ابكس ليجنز في بعض الشخصات من ابكس ليجنز موجودين في اللعبة دي بالاضافة ان هيكون فيها الجوانب اللي احنا ممكن نكون شوفناها في الكامبين بتاع تايتنفال تو من ناحية الجيم بلاي تنقل جريعة الحيطان والكلام ده مع تأثر شوية بلعبة زي دوم اترنل ازاي انا مش عارف ما دي متوضحتش خالص في التسريب ودي حاجة تزعل جدا تايتون فول تستحق احسن من كده تايتون فول بسلسلة الصراحة حظاها سيئ وانا ما كنتش همانع ان لو حتى ان هما يقدمونا جانب كامبين كامبين قصة بس كده شوتر وخلاص انا ما كانش عندي مانع معاها جانب القصة بتاع الجزء التاني كان ممتاز كان حلو جدا فانا اتمنى ان ريس بون يحاولوا ان هما يرجعوا لحاجة زي كده في المستقبل يعني السلسلة بالنسبة له ما تقفش على اللعبة الباتل رويل اللي هي ايبكس لاجنز وبس فيه برضو تسريبات تانية عن وولف رين اللعبة اللي جاية من ستوديو انسومنياك من سوني وبيتقال ان اللعبة دي هيكون اولا التقريم العمري هيكون ام للبالغين دي حاجة يعني ممكن خلينا نقول ان اللعبة هيكون فيها عنف اكتر او دموية ياريت ان هما يعني اللعبة الولف رين ما تكونش لعبة يعني مفاش دموية يعني دي حاجة مش منطقية تماما بالاضافة ان اللعبة بيتقال انها هتبقى لعبة متقدمة في مناطق شبه مفتوحة وحاجة ممكن تكون اقرب شوية اللي احنا شفناه مثلا في الالعاب بتاع جالفور الاخيرة وقت لما كان تم الاعلان عن وولف رين انا كنت قلت لكم ان انا اتمنى انها تكون نسخة افضل واحسن من ناحية الانتاجية ومن ناحية الجيم بلاي من لعبة كانوا ريفن سوفتوير كانوا عملوها لفيلم بتاع وولف رين اوريجنز يعني نعم الفيلم ده كان اي كلام بس اللعبة بتاعته كانت ممتعة شوية هي لعبة ممكن تكون مستوى فوق متواضع بس كان الجيم بلاي بتاعها كان ممتع فانا كنت اتمنى ان هما يخللوا اللعبة عبارة عن لعبة هاكن سلاش وانا اتمنى انها تبقى لعبة هاكن سلاش خطية اكتر تكون حاجة مثلا زي ديفل مي كراي على سبيل المثال او بياناتها ما تكونش لعبة اللي هو في المناطق مفتوحة مش عارفة تخيل مع وولف رين حاجة زي كده مش هكذب عليكم لكن انا بصراحة يعني مع وجود انسومنياك وخصوصا ان انسومنياك بيعملوا جيم بلاي حالو في الالعب بتاعتهم انا متحمس جدا للعبة دي واتمنى ان السنة دي نشوف منها تريلر في احتفال هيتعامل في خلال الفترة اللي جاية يوم 25 فبراير لذكرى مرور سنة على نزول لعبة ايلدن رينج طبعا حاجة زي كده فيه توقعات ان من الممكن يكون فيه استعراض لحاجة تخص الاضافات بتاعت اللعبة ياريت حاجة زي دي تحصل فيه زي ما قلت لكم الابديتس الاخيرة للعبة ضافت في الملفات بتاعتنا اللعبة نفسها حاجة اسمها فلاكز فلاكز دي بتبقى زي حجز كده لمكان ملفات بتاعت تحديثات جاية وفيها اضافات لمحتويات زي مثلا بوس فايت او شخصيات جديدة واماكن جديدة كمان فلما نشوف بقى يوم 25 فبراير اللي هيحصل وانا كنت قلت لكم في الحلقة اللي فاتت ان كان فيه استعراض تقريبا مفروض ان هو يحصل للعبة اه اه ارمورد كور اه ولكن للأسف هو ما تحاولش لان هو يبقى استعراض هو كان عبارة عن اه زي مقابلة مع واحد من الممثلين الستيديو واتكلم عن اللعبة بشكل ممكن يكون سريع ان تاريخ تاريخ الستيديو معاها وان هما كانوا عاوزين ان هما يرجعوا للعبة دي باي شكل من الاشكال لكن الالعاب بتاعت السولز اه ممكن نقول انها اعطلتهم شوية ان هما يرجعوا للعبة دي والتفاصيل اللي هو قالها يعني ممكن تكون بسيطة جدا يعني ان اللعبة هتكون فيها تحدي بنسبة عالية اه للناس دايما بيشوفوهم الالعاب بتاعت السولز من ناحية الصعوبة هيكون موجود في اللعبة دي هنا اه اللعبة هيكون فيها دايناميك بوس فايتس اه مش عارف معناه ايه دايناميك بوس فايتس يعني حاجة محتاجين ان احنا نشوف الجيم بلاي بتاع اللعبة عشان نعرف ايه المقصوب بيها اه بالاضافة ان الجانب التنفسي اللي موجود في اللعبة هيكون موجود بس من خلال اه اريناز خاصة بيها مش هيكون حاجة ازاي اللي احنا بنشوفها في السولز ان مثلا يكون فيه اه انفاجن والكلام دوت فالمفروض ان اللعبة نازلة السنة دي انا اتمنى ان احنا نشوف برضو جيم بلاي قريب منها اه طالما هي نازلة السنة دي او الله اعلم هل هي هتتأجل ولا ايه بالزبط اه بعد كده فيه لعبة برضو من الالعاب اللي ممكن نقول انها اقرب للعبة من الالعاب فرام سوفتوير وهي وولانج اللعبة ممكن تكون اشبه شوية بلعبة زي ساكرو وانا كنت جربت الديمو بتاع السنة اللي فاتت واللعبة كانت ممتعة والديمو ده هينزل في خلال الفترة اللي جاية ان هما هيوفروه كمان للبي سي فدي حاجة كويسة ان الواحد قبل ما اللعبة تنزل يشوف الاداء بتاعها على البي سي هابا عمل ازاي ايه حالة البي سي بورت زي نفسه لان اه تيم نانجا عندهم سوابق شوية مع نسخ البي سي بتاعت الالعاب بتاعتهم فلما نشوف الموضوع هنا تكرر ولا لأ بعد كده بقى فيه اشاعة ممكن تكون يعني تقيلة شوية اه حاجة زي دي هتبقى كبيرة جدا لو حصلت وفعلا سكوير انكس يعني انا سبق قلت يعني انها هيكونوا مغفلين لو حاجة زي دي فعلا حصلت بالشكل ده ان امبريسر اللي هما اشتروا اصلا الستوديوهات الغربية بتاعت سكوير انكس بحقوق الالعاب اللي هما كانوا بينتجوها الصفقة دي كانت بقيمة 300 مليون دولار لكن فيه كلام بيتقال ان امبريسر هيبيعوا حقوق لعبة توم ريدر سواء بقى انتجها كافلام او فيديو جيمز لشركة امازون وبيتقال ان الصفقة دي هتكون امتها 600 مليون دولار يعني هما اشتروا تقريبا استوديوهات والعاب كلها على بعض بتلتمية وهيبيعوا لعبة واحدة بس او حقوق يعني عنوان واحد بس بستمية فلو الكلام ده حصل يعني الكلام ده اشعى لحد دلوقتي الكلام ده لو حصل انا مش عارف الصراحة يعني سكوير انكس ايه اللي هما عملو ده ازاي ان هما ما كانوش مدركين لقيمة العنوين اللي موجودة في ايديهم هل هما فعلا كانوا عوازين يخلصوا من الاستوديوهات الغربية والعنوين الخاصة بالاستوديوهات دي ولا ايه بالزبط انا مش عارف بس ازا ما قلت لكم دي اشعى لحد دلوقتي وفي خلال الأيام اللي فاتت اتعرض فيديوهات جيم بلاي من خلال استعرضات صحفية لبعض الألعاب أولهم كانت لعبة جيداي سيرفايفور الجيم بلاي اللي اتعرض باللعبة كان عجبني جداً الكمبات الكمبات شكله بقى ثلث أكتر بكتير من الجزء اللي فات منطقة اللي هم قدموها في اللعبة مش عارف هل دي هتكون المنطقة الوحيدة اللي موجودة فيها ولا فيه مراطئ تانية اللعبة شكلها حلو جداً الجيم بلاي زي ما قلت لكم شكله ممتاز المنطقة اللي استكشاف شكله فيها برضو هيكون ممتع لكن أنا لاحظت شوية فريم دروبس صغيرة كانت موجودة في الجيم بلاي ده وعامة طول الشهر ده هيكون فيه استعراض من خلال اي جي ان لللعبة نفسها ويكون فيه مقابلات مع مطورين اللعبة التانية برضو اللي تم استعراض جيم بلاي لها لمدة 12 دقيقة هي ريزيند ايبل فور الجيم بلاي كان كويس جداً يمكن أنا شخصياً كان عندي تعريق على حاجتين مستوى بتاعة المطرة محتاجة انها تتضبط شوية ناس كتير جداً اتكلموا عن الموضوع ده حاجات كتيرة جداً من اللي عجبتني في أول استعراض اللعبة ما زالت موجودة هنا حتى اللحظة بتاعة الكوخ اللي بيتم محاصرته مع لويس سيرا والأكشن اللي كان بيحصل في اللحظة دي كان ممتاز الموجود هنا في الريميك لكن النقطة التانية اللي عندي تعليق عليها هي أن أشلي طبعاً أشلي أنا ممكن كنت كارث تواجدها في القصة في الجزء الرابع لكن تواجدها في الجيم بلاي مهم جداً تواجدها في الجيم بلاي أنها عنصر كده بمثل ضغط عليك كان مهم وأنا مش عاوز أحكم من دلوقتي موضوع الهيلس برده هيكون تأثير وإيه ممكن يكون هما معواضينه بأن ممكن تتخطف بنسبة أكتر في أي وقت عن اللي احنا شفناه في اللعبة الأصلية ولكن لنا خايف من أن هما ممكن يكونوا مسهلين أو مخففين بقدر كبير جداً من الضغط اللي هي بتمثله بتواجدها في وسط الجيم بلاي وموضوع ده ممكن يسهل اللعبة بشكل عام وبالنسبة لعبة ريت فال حصل تأكيد لأن اللعبة للأسف الشديدة هيكون فيها حاجة أنا شايف أنها مش منطقية إطلاقاً إنها موجودة خصوصاً في الجانب أنك إنت لو عاوز تلعب اللعبة لوحدك وهي أنها تكون لازم تبقى متصل بالإنترنت طول الوقت ومش هتلعب تلعبها لو حاجة زي كده مش متوفرة ودي حاجة أنا شخصياً يعني مش شايف لها أي مبرر مش شايف أي مبرر لأنك إنت تخلي لعبة زي دي ما ينفعش أي حد لعبة إلا لما يكون هو متصل بالإنترنت افرض مثلاً لو في حاجة تخص السيرفر مثلاً بتاعت مايكرسوفت حصل فيها مشاكل وأنا عاوز ألعب اللعبة الواحدي طب يعني أنا زنبي إيه 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 إن مثلاً في مشاكل في السيرفرات بتاعت مايكرسوفت تخليني إن أنا ما أقدرش أن ألعب اللعبة حتى حاجة زي كده من الممكن تأثر بشكل كبير جداً على المستقبل باسم بعيد لو أنت عاوز إنك إنت تيجي تلعب اللعبة دي وتلاقي مثلاً إن السيرفرات باسم بتاعت أو دعمها أونلاين اتقفل فاللعبة إذا تنفسها خلاص ما عادتش موجودة ما عادش فيه إمكانية لأي حد إن هو يجربها ويلعبها ففكرة الأولويز أونلاين لألعاب السينجل بلاير تحديداً أنا شايف إنها فكرة فعلاً فكرة فشلة فكرة ما فيش أي منطق وراها وأتمنى إن هم يرجعوا عن القرار ده قبل ما اللعبة تنزل إن هم يسمحوا للناس اللي عاوزين يلعبوا اللعبة السينجل بلاير أنت عمالين تقولوا اللعبة دي دايماً في الدعاية مركزين بقادر كبير على إنك إنت ممكن تلعب اللعبة دي لوحدك اللعبة دي سينجل بلاير من الأساس توح من خليها لعبة أولويز أونلاين إن عشان تتلعب لازم إنك إنت تكون متصل دايماً بالإنترنت موضوع مش مفهوش أي نوع أنواع المنطق تباً وآخر خبر نتكلم عنه هو إن بالنسبة للستوديو اللي قدم لنا لعبة أوري سواء بقى الجزء الأول اللي هو بلاين فورست والتاني اللي هو والف ويسبس قالوا إن هم اللعبتهم اللي جاية وصفوها كده بوصفه ممكن يكون شد انتبال واحد شوية هو قالوا إن اللعبة زي أوري بالنسبة لهم هي ممكن تبقى زي ماريو بتاعتهم اللعبة اللي جاية هتكون زيلدة وهتكون لعبة أكشن أر بي جي وهم متحمسين إن هم يقدموا آآ فكرة ممكن تكون مختلفة شوية للعالم مفتوح واستغلال لبعض المساحات اللي ممكن تكون فاضية في الألعاب العالم مفتوح اللي ممكن نشوفها حتى في الألعاب ممكن تكون ممتازة مثلاً زي آآ زيلدة براس اوف زا وايلد أو إلدن رينج فأنا متحمس إن أنا أشوف الناس دول هيعملوا إيه أوري سواء آآ ويلف ويسبس أو آآ بلاين فورست كانوا ممتازين فلعبة جديدة تماماً من النوم دي حاجة الواحد يكون منتظرة أين كان بقى التصرحات بتاعتهم ناحية اللعبة الجديدة دي وبس دي كل أخبار تخص الحلقة دي إن شاء الله الريفيو اللي جاي هيكون هاغورست لاجاسي أنا لعبت اللعبة في خلال الفترة اللي فاتت وقت ما أنا بسجل الفيديو أنا خلصت اللعبة آآ أنا مراجعة بتاعت اللعبة هتكون بشراكة بيني وما بين سعودي جيمير آآ هتكون المراجعة بتاعتهم موجودة على الموقع ممكن تكون قبل المراجعة بتاعتي لأنها هتكون مكتوبة ودائماً هم مراجعة بتاعتهم تكون مختصرة شوية آآ لكن أنا مراجعة بتاعتهم عشان فيديو إيديتينج والكلام ده هتكون موجودة بالكتير يوم الاثنين أو يوم الحد وإن شاء الله بعدها هيكون فيه مراجعة بتاعت هاي فاي راش معلش أنا آسف أنا أنا كنت متجاهز نفس إن أنا ابتدينا على العبها لقيت إن سعودي جيمير بيتكلمون إن أنا هعمل مراجعة معاهم فإن شاء الله هتكون موجودة هاي فاي راش ما تقلقوش ما لغيتش إن أنا على العب اللعبة دي خالص أنا متحمس أصلاً إن أنا على العبها بس ممكن تقولوا إن فيه أو لو هي بسبب إن فيه نسخة مراجعة آآ الناشر هو الموفرة فبس دي هتكون المراجعة اللي جاية آآ أتمنى يكون الفيديو دي عجبكم ما تنسوش إنكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وشوكوا في فيديو جديد اشتركوا في القناة